في ظل عدوان صهيوني مستمر تتفاقم معاناة أكثر من مليوني مواطنين يعيشون في قطاع غزة مع اشتداد أزمة التيار الكهربائي نتيجة الهجمات على شبكة الكهرباء ومنع إدخال الوقود والأغذية منذ أيام إلى القطاع المحاصر وفي أعقاب الهجوم الصهيوني ارتفع عدد ساعات قطاع التيار الكهربائي يوميا لتسيطر حالة من الظلام على مختلف الأحياء والمدن فيما يعتمد السكان إما على المولدات البديلة أو وسائل الإنارة البسيطة التي يستخدمونها كبدائل منذ سنوات القصف الذي طال العديد من المباني تسبب بأضرار فادحة في محولات وخطوط التيار الكهربائي وهو ما فاقم من المشكلة الناجمة عن استمرار الحصار وعدم تطوير محطة التوليد الوحيدة الموجودة في غزة واستخشية من انقطاع كلي للكهرباء حيث لا تزيد ساعات وصول التيار الكهربائي حاليا لبعض المناطق عن ثلاث ساعات فقط بينما ينعدم تماما في مناطق أخرى وأغلق الاحتلال مع بار كارم أبو سالم التجاري منذ قرابة سبعة أيام ومنع إدخال جميع السلع والبضائع بما في ذلك المستلزمات والوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة ضمن الإجراءات العقابية التي اتخذها للضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع ويقدر حجم الخسائر المباشرة لشركة توزيع كهرباء القطاع بنحو 5 ملايين دولار فضلا عن عدم قدرة الشركة على إصلاح كامل الخطوط نظرا لخلو مخازنها من المواد الفنية وعدم قدرتها المالية على الشراء ويحذر مختصون من تبعات اجتداد الأزمة الكهربائية على القطاعات الاجتماعية فضلا عن تبعاتها الكارثية على الاقتصاد وهما سيؤدي إلى إطلاف المخزون الغذائي للقطاع المحاصر الذي يواجه عدوا يستخدم كل الوسائل غير الإنسانية لتركيع القطاع وهو ما لم ينجح به في المرات السابقة ولا يبدو أنه سينجح في هذه المرة أيضا